السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ثم أما بعد أخبرك يا جماعة أخبرك وإيه مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو إيمانك زاد حبك للرسول الله صلى الله عليه وسلم هيزيد كل واحد مننا يعرف قد إيه زاد حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد إلسا هيزيد ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الحب الكامل لرسوله عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم إخواني في الله هنتكلم الليلة ان شاء الله عن أكبر معجزة في الإسلام هنتكلم عن أكبر سبب لدخول غير المسلمين في الإسلام إيه ده؟ الأعجاز العلمي في القرآن ولا إيه؟ لا يا جماعة أخلاق الحبيب عليه الصلاة والسلام أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم سفنت النجاح للأمة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مدرسة للأخلاق في العالم هي السيرة أخلاق رسول الله أخلاق تاريخية ما حصلتش قبله ولا هتحصل بعده أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة النهاردة هنتكلم مش عن سيرة عن معجزة عن معجزة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام أخلاق رسول الله أزهلت العالم من أول من نجاشي راح له جعفر بن أبي طالب في هجرة الحبشة وكلمه عن أخلاق الرسول انبهار النجاش بأخلاق الرسول ويخر خاضعا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ملك يدخل في الإسلام بسبب أخلاق رسول الله وكانت من أول ثمار أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بعدها انبهار هراقل بأخلاق الرسول لما أبو سفيان سفر الروم وهراقل يكلمه قال له عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هراقل قال لو كنت عنده لغسلته بين قدميه ياريت أقضى رخص الرجليه هراكلة حاسة ان الفساد المنتشر في الارض ملوش حل غير نبي زي محمد عليه الصلاة والسلام هراكلة حاسة قد ايه اخلاق النبي هي دي اطهر حاجة موجودة على وجه الارض يا جماعة في اكتر من 800 مليون بني ادم الوقتي بيقولوا لا اله الا الله بسبب اخلاق محمد عليه الصلاة والسلام في جنوب شرق اسيا لما التجار المسلمين راحوا يتاجروا بعد الاسلام فبقى التاجر يفرش البضاعة بتاعته فييجي واحد يقوله دي بكام يقوله بكذا يقوله عايز اشتري يقوله اشتري من اخويا اللي جنبي يقوله فيه حد حد يجي يشتري منه يقوله اشتري من اللي جنبي يقوله ان النهاردة بعت واخويا لسه ما بعش والنبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام بيقول لنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسه لو ما حبتلهش انه يبيع زي ما بعتش يبقى انه مش مؤمن الناس بدأت تنباهر مين النبي بتاعهم ده وايه الاخلاق اللي عمرنا مسمعنا عنها دية ايه اخلاق محمد مين محمد عايزين نعرف محمد ولما عرفوا محمد كانت الثمرة 200 مليون مسلم في اندونيسيا 200 مليون مسلم في الهند 120 مليون مسلم في منجلاديش 80 مليون مسلم في فاكستان وشوفوا مئات الملايين اكتر من 800 مليون مسلم ثمرة اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الاديان التانية عندها الاخلاق اللي عندنا والله يا جماعة كانوا فتحوا بيها العالم احنا يا جماعة مقصرين احنا معنا كنز مش عارفين نوصله احنا معنا كنز لو العالم سمع عنه اكتر من نص العالم هيسلم اول ما يسمع عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هنتسئل عنا نشرناها ولا لا وطبقناها وعشناها ولا لا فينك يا محمد يا ابن عبد الله تيجي تشوف اللي اتنشر واحد اللي تقتله عشان حتة ارض في امتك لو رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف المرأة اللي امها بقت قاعدت الفراش وبتقضى حاجتها في الفراش دخلت عليها مرة لقاتها قضت حاجتها في الفراش مش قادرة تتحكم في نفسها راحت جابت مياه مغلية وكبتها عليها ماتت امها اتلت امها لو الرسول شاف دي لو شاف اخلاق الامة الوقتي لو الرسول شاف اللي دخل الاسمدة المسرطنة للامة لو الرسول شاف الخيانة بتاعتنا الوقت هيقول ايه عليه الصلاة والسلام يا جماعة المفروض ان بعد المستشفات الموجودة في الامة عيالات الدكاترة تبقى فاضية ازاي ازاي تروح للدكتور المستشفى يعملك اسوأ معاملة تروح له العيادة يشيرك على راسه اشبهنا يا جماعة يا اخواننا احنا عايزين المدرس اللي يقف يدي الحصة زي ما بيقف يصلني في الجامع احنا يا جماعة ربنا تعبدنا بصلاتين مش بصلة واحدة صلاة جوه الجامع وصلاة برا الجامع صلاة جوه الجامع بين ايديه وصلاة برا الجامع اللي هي مهنة اللي هي الامانة اللي هي الاخلاق اللي هي المعاملات صلاتنا التانية يا جماعة عملنا فيها ايه عايزين نقتضي بالرسول جوه الجامع وبر الجامع مش في الشكل بس وكمان في الاخلاق عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يا جماعة أنا نفسي نفسي الواحد يروح اشترك له لبن لا تضف عليه مواد بيضته ولا تضف عليه مية ولا تاخد ميت جرام منه ولا تضف عليه فورمالين لما هنفلح ان ضمير اللي دخل اسمدة مسرطنة لما نفلح ان يبقى فيه ظابط رحيم ان يبقى فيه مدرس امين ان يبقى فيه موظف متفاني في الخدمة ان يبقى فيه تاجر امين ساعتها احنا على طريق التمكين انما صلاة واحدة بس ما تقومش الدين لازم الصلاطين لازم الاتنين انه بتعرض عليه ملك اول البعثة لما قالوا له انشئت ملكا ملكناك وربنا عرض عليه قبل ما يموت الملك رفض اول حياته واخر حياته لان الوصول للناس ان احنا ننزل ان احنا نوري الناس اخلاقنا ان الناس تشوف معاملاتنا الغرب ما بيشوفش عبادتنا دي جوه المسجد الغرب بيشوف معاملاتنا يا طرى الدينة صورة شكلائية عندنا يا طرى شوه نصور الدينة قديها جماعة فين يا جماعة فين اهل الاخلاق فين اهل الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نتكلم عن اكبر محجزة في الاسلام عايزين نتكلم عن الاخلاق التاريخية مع اللي رجموه بالطوب اخلاقوا مع اللي حوله يقتلهو لما كان في عز الازمة في مكة في عز أزمة الشعب والطائف اللي كان يحب يعين أمانة كان يروح لمحمد عليه الصلاة والسلام يعينها عنده لما النبي عليه الصلاة والسلام ده التاريخ يشهد يشهد بهذه المعجزة لما النبي هاجر فب سيدنا علي ثلاثة أيام يؤدي الأمانات طيب ما يمكن كان مستضعف ومش قادر يعمل لهم حاجة أخلاقه مع أعداءه لما تمكن بقى يوم ما دخل فتح مكة أبو سفيان واقف هيتقتل هيتحصل فيه إيه أبو سفيان كان أقصى حلم أن النبي ما يقتلوش فإذا بالرسول يقول من دخل ده رأى أبي سفيان فهو آمن ويدله متناقة بمليون ونص وهو داخل سعد بن عبادة شايل الراية فبيقول اليوم يوم الملحمة اليوم تنتهك الحرمات الرسول قال لا بل اليوم يوم المرحمة ونزع الراية من سعد بن عبادة ودخل وقف أهل مكة مابوتين شخصين الأبصار هيعمل فينا إيه هيقتلنا ولا هيعمل فينا إيه أكبر معجزة من معجزات الإسلام يوم دخول الإسلام مكة أعظم يوم للأخلاق والرحمة قرنوا مع دخول الصلبين القدس مع التسعين ألف واحد اللي تأتلهم مع ركب الجنود ركب الخيل اللي غاصت في دماء المسلمين مع جسس الأطفال اللي تشوت يوميها مع المسلمين اللي اتدبحوا يوميها يدخل رسول الله وإهل مكة وقفين مش عارفين يقولوا إيه الرسول يقولوا ماذا تظنون أني فاعل بكم أنتوا يا ما عملت فيها يا ما ترطرتوني يا ما حبستوني يا ما عزبتوني يا ما أزتوني أنتوا فكركوا أعمل فيكم النهاردة يقولوا له أخ كريم وابنه أخ كريم تشوفوا الرسول يقولهم إيه عليه الصلاة والسلام لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخواته إخواتك يا رسول الله بعد كل اللي أعملك فيه لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطرقاء يشهد التاريخ على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ما سمامة بن أسال أكبر تجر أمح في جزيرة العرب أسلم وألهمنا الأمح عن مكة والله لا أعطيكم حبة حنطة واحدة إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيدي النبي يمنع الأمح عنهم يجوحهم ولكن يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض إن يمنع هذا القطع عن أهله وعشرته أخلاق النبي مع اللي أزوه اللي أزوه يا جماعة وهو خارج من الطائف رجليه لسه بتنزف لسه نزيف حجارة أهل الطائف رجليه وينزي الملك الجبال يقول له يا رسول الله أمسحهم الوقت أطحنهم أفرمهم لك يا رسول الله أطبق عليهم الأخشابين ما فيش واحد منهم يبقى فيه حتة في جسمه جنب التانية الرسول عليه الصلاة والسلام لسه رجليه تنزف منهم لسه فأشد موقف في حياته بسببهم ويقول أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله وهو واقف عند قرن الثعالب أشد موقف مرة عليه أبشر يا حبيب الله أبشر بثمرة أخلاقك أبشر إن أخلاقك وحلمك دول أبشر إن كل اللي أنت استحملته ده بقبنا سبحانه وتعالى طرح فيه الثمرة أبشر إن قرن الثعالب اللي أنت كنت واقف عندها ساعتها رجليك بتنزف ومع ذلك قلبك مليان رحمة عليهم أبشر إن المكان دلوقتي يا رسول الله بقى ميقات للحجاج يحرموا منه البيت اللي في هذا المكان في قرن الثعالب ببركة حلمه وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الصحابة جابوا الأخلاق بتاعتهم منين؟ ما هم من رسول الله لما ببكر مصطح يجتم عائشة في عرضها عائشة بنته ويفضل يدي له المعونة الشهرية اللي كان بيدهاله إيه الأخلاق دي؟ لما عمر يروح لمرأة عجوز يشلها الأكل في ليلة مظلمة تقول له أنت أحق بالخلافة من عمر الإخلاق دي جابوها منين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق يا جماعة في الحرب الحرب اللي مبقاش فيها أخلاق اللي بتنعجل فيها الأخلاق والمبادئ والقيم والموازين اللي الدم والخوف على الحياة بيخلي الناس تتعمي رسول الله وخارج في بدر محتاج كل راجل ويجي اتنين من الصحابة منهم حزافة بن اليمان المشركين يقبضوا عليهم قبل ما يدخلوا المدينة أنت رايحين فين؟ رايحين لمحمد تقتلوا معاه ياخدوا منهم عهد أنهم ما يقتلوش مع الرسول عليه الصلاة والسلام يروحوا للنبي يقولوله وتخيالوا النبي وهو محتاج كل راجل في الوقت دي يقول لهم إيه؟ يقول لهم نمضي لهم عهدهم ارجعوا مجبوش معايا ونستعينوا الله عليهم شايفين الوفاء التاريخي شايفين الأخلاق التاريخية أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اللي أزوه أخلاقها جماعة مع اللي حاولوا يقتلوه الراجل اللي قتل بنت النبي عليه الصلاة والسلام اللي قتل السادة زينب اللي رماها من عدبة في الهجرة فضل عيانة ست سنين لحد ما ماتت متأثرة بجرحة كان اسمه الأسود جي للنبي وأسلم على إيده والنبي قبل إسلامه وحش اللي قتل حمزة حبيب رسول الله عليه الصلاة والسلام جيه أسلم والنبي أبل إسلامه الأعراب اللي رفع السف على رسول الله قال له من يمنعك مني النبي قال له الله الأعراب تزلزل وقع السف من إيده النبي ميسك السف قال له وأنت من يمنعك مني الرسول عفى عنه عفى عنه والراجل دا كان سبب إسلام كثير من الخلق المرأة اليهودية اللي حطرت له السم في الشاة قال لها ما كان الله ما كان الله ليصلتك علي قالوا له طب نقتلها قال لهم لا مرضاش يقتلها بسبب انها حطت للصم لو زعم الزعماء الوقت واحد قرب منه بس مش حاول يقتلوا بيتعمل في ايه يا جماعة شوفوا اخلاق حبيب الله صلى الله عليه وسلم اخلاقوا مع اعداءها يا جماعة بيسجلها التاريخ بيخلدها التاريخ بيشهد لها التاريخ لما قبل فتح مكة واحدة مغنية اسمها ام صارة يروى ان ام صارة ده هي ام صارة ده يا جماعة كانت مغنية مكة كانوا بيستعملوها في الغناء والغناء ده من الاسلحة اللي حاربوا بقى الدعوة الاسلامية واللي حاربوا بقى الطائر الاسلامي المرأة دي هتقبل فتح مكة زنقت في فلوس ومش عارفة تروح فين ومش عارفة تطلب من مين يشهد التاريخ ويسجل انها تركب دب بيتها وتسفر 500 كيلو من مكة للمدينة تروح لرسول الله ليه عشان عارفة انه هو الوحيد اللي هيديها هو الوحيد اللي هيعطيها والنبي يعطيها ويحملها ويكرمها وفي مشهة التاريخي ترجع لمكة وهي محملة بالمنائح اللي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الدهالة كان اللي عايز اخلاق اللي عايز اخلاق الوقت بيروح الغرب اللي عايز علم بيروح الغرب اللي عايز دنيا بيروح الغرب اللي عايز اي حاجة بيروح الغرب زمان اللي كان عايز اخلاق كان بيجيلنا اللي كان عايز دين كان بيجيلنا اللي كان عايز دنيا كان بيجي لنا إحنا وصلنا لإيه لما ضيعنا أخلاء الحبيب يا جماع أنا مبارح كنت بقول لكم أنا عايزك تلبس تربل حياتك وزوجتك تلبس نقاب ونبقى على شكل الرسول والصحابة أنا النهاردة بيقول عايزيني الأخلاء يا جماع الأخلاء أخلاء النبي عليه الصلاة والسلام أخلاء حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام أخلاء تاريخية أخلاء يشهد التاريخ أن أول واحد دعا لحقوق الأطفال قبل اليونسيف بـ 1400 سنة هو محمد بن عبد الله رسول الله هو أول واحد دعا لحقوق المرأة قبل منظمات تحرير المرأة والتغرير بها بـ 1400 سنة رسول الله هو أول واحد دعا لحقوق الإنسان قبل منظمات حقوق الإنسان بـ 1400 سنة رسول الله هو أول واحد دعا لتحرير العبيد قبل الأمم المتحدة بـ 1400 سنة رسول الله هو أول واحد دعا لنصرة المظلوم ومنظمات ومنظمات الجماعات الخيرية قبل العدل الدولية ومنظمات كوبنهاجن ولندن ونيورك ب1400 سنة رسول الله هو أول واحد على حقوق الحيوان قبل الجريم بيس وقبل منظمات حقوق الحيوان ب1400 سنة قبل منظمات اليونسيف ب1400 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول واحد على حقوق الطفل لما كان خاد مؤنس طفل صغير كان لما يكلمه يقول له يا بني أنت ابني أنت زي ابني عشر سنين لا ضربوا ولا شتموا ولا نقض ولا قال له أي حاجة تساعله لما الرسول عليه الصلاة والسلام وحجه قال له أنتو بتقبلوا أولادكم أنا عمري ما قبلت ولادي قال له وماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك لما الرسول عليه الصلاة والسلام شاف أم بتنادي على ابنها تعالى تعالى لأعطيك يعني بتضحك على أنه ييجي عشان تدخلوا البيت وخلاص بتوهموا أديك حاجة حلوة ولا حاجة قال لها لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة حقوق الطفل للدرجة دي رسول الله ما ضرب بيده شيئا قط عمره ما ضرب طفل بأديه عليه الصلاة والسلام الرسول هو أول واحد على حقوق المرأة قبل منظمات التغرير بالمرأة بألف وربعمائة سنة عمر المرأة ما تعملت المعاملة للرسول عليه الصلاة والسلام عملها لها رسول الله يا جماعة أقام حرب كاملة عشان امرأة مسلمة أهينت امرأة مسلمة أهينت في أسواق اليهود أقام حرب عشان واحدة بس وحدة ستة أقام حرب كاملة عليه الصلاة والسلام عمره ما ضرب امرأة بييده عمره ما مد ييده على خادم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام رسول الله يشهد الجزء الثمانية وعشرين في القرآن اول سورة فيه سورة المجادلة اول اية فيها قد سمع الله قولة لاتي تجادلك يشهد التاريخ ان اول مشهد ربنا بيفتتح به الجزء الثمانية وعشرين مشهد حاكم الدولة كلها زعيم الامة كلها فتح بيته لامرأة من افقر نساء المدينة واعدى معاه لوحدها تشكله مشكلتها شايفين يا جماعة تعظيمه للمرأة والمقام المرأة والقدر المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم اول واحد دعا اول واحد دعا لتحرير العبيد قبل الامم المتحدة في 1400 سنة لما ربنا بيقول والذين يبتغون الكتابة من ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرة لو عبد عايز يتحرر حرره بس على شرط ان علمتم فيهم خيرة يعني ايه يا رسول الله يعني ايه يا رب يعني ايه الامم المتحدة سنة 45 اجتمعوا وقرروا تحرير العبيد في الدنيا كلها طب ايه الشروط من غير اي شرط من غير اي شرط يبقى الحرحم الارحم كلام ربنا ولا كلام الامم المتحدة طب شوفوا الامم المتحدة قرارها عمل ايه قرارها الوقت شوارع كاملة في السعودية وولايات في امريكا كانوا كلهم عبيد لمعاهم مهنة ولا بيعرفوا يشتغلوا كانت واحدة بتخدم في البيت وبتاكل وتشرب وخلاص لما تحرروا من غير لمهنة ولا دين ولا معرفة الصلاة ولا مهنة في ايديهم بقوا هم اللي بيعملوا البلطجة ومنظمات البغاء والعصابات والسرقات بقوا مصايف في حياة امامهم انما ربنا قال ان علمتم فيهم خيرة علموا مهنة واعطقوا علمها الصلاة وسبها ما يخرجش بقى عنصر فساد في المجتمع نقول ارحم يا جماعة رسول الله هو اول واحد دعا لنصرة المظلوم وجمعيات الخيرية قبل كومنهاجن وقبل بودامستو وقبل لندن ونيورك وواشنطن ب1400 سنة لما قال شاهدته في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيته الى مثله في الاسلام لا اجبت حلف الفضول اللي كان عشان نصرة اي واحد مظلوم واخذ الحق اليه ما تقوليش بقى منظمة العدل الدولية منظمة الظلمة والافتراء والبوتان الدولية الرسول كان صادق في نصرة المظلوم عليه الصلاة والسلام الرسول هو اول واحد دعا لحقوق الانسان حقوق الانسان قبل اللي بيحصل ده هو لما كان قاعد في البخاري ومسلم لقى جنازة يهود معدية وقف قام شوفوا يا شوفوا يا اموت محمد شوفوا يا عالم شوفوا حقوق الانسان عند رسول الله من قبل كل اللي بيتقال الوقت ده هو وقف قام قالوا له يا رسول الله انه يهودي ده كافر قال لهم اوليست نفسا أليست نفسا ده يهودي ولكن انسان شوفوا يا جماعة لما شوفوا حقوق بيضرب عبد قال له للله اقدر عليك من قدرتك عليه اعتقه قال له لو لم تفعل لمساتك النار الرجل كان مسهول عبد عبد ملوش ايمة كان ممكن ادخل النوع بسببه الرسول حسس كل انسان بامته في الحياة حسس الخدام انه له ايمة حسس المرأة انه لها ايمة حسس الطفل انه له ايمة حسس المعدوم الفائر انه له ايمة حسس كل انسان ككل انسان له ايمة الرسول عمل للمسلم ايمة في العالم كله لما اقام حرب كاملة عشان امرأة مسلمة واحدة لما بايع الصحابة عالموت في الحديبية عشان اشع مقتل عثمان ابن عفان مسلم واحد علم العالم انه مسلم واحد ده مغالي مش الوقت المسلم ده مهضر الرسول علم العالم يعني ايه حقه مواطن مسلم يعني ايه مسلم واحد علم المجتمع كله يعني ايه ايمة المسلم كان المجتمع كله ماشي رفع راسه مفيش فرق بين اربعين مليار وبين اللي بيقبط م40 جنيه في الشهر لما جات أمهانة امرأة يعني امرأة مهما كان نسبها ومهما كان امرأة جات في فتح مكة واحد من المجرمين اللي حربوا الإسلام أجارت أمهانة رحت لنبي قالت له أنا أجارت فلان يا رسول الله الرسول أعلن قد أجرنا من أجرت يا أمهانة إيه ده واحدة امرأة الرسول يعمل لجوء سياسي واحد وحماية وحفظه وعفو عن مجرم من مجرم الحرب عشان امرأة الرسول علم كل مسلم إنه له كرامة علمك إنك ليك إهيمة علمك إنك غالية وإنك غالي كان كل المسلمين ماشتين رفعين رأسهم يا جماعة الرسول أول واحد علم العالم كله حقوق الحيوان لما أول مرة العالم يسمع إن واحد دخل الجنة إن امرأة بغية دخلت الجنة عشان كلب وإن واحدة دخل الجهنم تتشيو فيها عشان قطع زبتها أخلاق رسول الله أكبر معجزة في الإسلام لو نشرناها في العالم العالم كله هيزهل بهذه الأخلاق من قبل البحثة والرسول أخلاق وكده من قبل البحثة كان اسمه الصدق الأمين يا جماعة اللي جرب التجارة وعشر التجار يعرف إنه أصعب صفتين اللي عايز يكسب فلوس إنه يبقى صدق وأمين بيزدد في الأزمان بتاعت الجهلية بيزدد في هذه الأزمان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث سيدة عيشة تقول له كله والله لا يخزيك الله أبدا ده أنت بتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتقرد ضيفه وبتعين على نواب الحرب الحق وبتصل الراحم ده أنت أخلاقك ما وردتش في الدنيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفته لماذا محمد عرفته إنه ربنا لما اختاره اختار أعظم إنسان له أخلاق على وجه الأرض عايز ربنا يختارك عايز ربنا يستفيك عايز ربنا يرفعك عايز ربنا سبحانه وتعالى يقربك الأخلاق الأخلاق يا جماعة الأخلاق يا أخواني ده قضية جنة أو نار الأخلاق ده قضية نصر الإسلام أو بقاء العلم على الكفر لما الرسول عليه الصلاة والسلام تخيلوا لو جون في بلد زي ليبيا كلها صحرة وقالوا احنا اكتشفنا اعظم اثار في العالم جه الناس تتفرج على الاثار لقوها صحرة كل الناس هتقولوا انتوا ايه انتوا كدبين لما نروح الوقت نقول يا عالم احنا دين السلام والصد والطهارة والكرم والاخلاق لما الناس تجي تشوف اخلاق المسلمين هتقولوا ايه انتوا كدبين لعب السلة الامريكي اللي نزل مصر عشان يسلم ولما شاف اخلاق المسلمين رجع تاني ورجع في كلامه الغرب شايف ايه مننا احنا ادينا صورة شكلها ايه عندنا يا جماعة ادينا صورة شكلها ايه القصيس اللي على البلتك تحدى وقالها تولي خمس احاديس عن اخلاق النبي بتاعكم عليه الصلاة والسلام خمس احاديس انا كنت اموت فيها خمس احاديس اللي قاعدين دول كلهم ما هماش عارفين اه خمس احاديس في اخلاق الرسول هو مش لو شاف اخلاق للمسلمين كان هيفهم انه دين اخلاق ولكن هو شاف ايه قضية الاخلاق يا جماعة في الدين قضية موقعها خطور جدا قضية جنة او نار قضية قرب من النبي في الجنة او بعد عنه لان ربنا بيصطفي لصحبة النبي في الجنة ها اعظم الناس في الاخلاق شوفوا يا اخواني شوفوا ربنا سبحانه تعالى اختار مكان للحساب على الاخلاق والمعاملات يوم الايامة غريب جدا جدا ما بعد الصراط وقبل الجنة يعني بعد العبور من على النار وقبل الجنة يعني وراء الجهنم وقدمك الجنة اقفت حاسب على ايه ما نتحاسبت على الصلاة والصوم يا رب ما نتحاسبت على الحلال والحرام اقفت حاسب على حقوق المخلوق بعد ما تحاسبت على حقوق الخالق اقفت حاسب على المعاملات مكان غريب جدا النار وراء والجنة قدام يعني ايه يعني أخلاقك يترفعك يترجعك يتطلعك يترميك في جهنم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أتدرون من المفلس اللي معهوش فلوس لا ده اللي صلى وصم وزكى كل دي عبادات ولكن شتم هذا سفك دم هذا كاختاب هذا نم على هذا المعاملات سوء المعاملات ضي على عبادات بتاعته يا جماعة يا جماعة أعظم مواسم العبادة بتضيع بسبب سوء الأخلاق ليل تلقادر أعظم مواسم عبادة في حياتنا كلها ليل تلقادر رافعت بسبب اتنينة شكله مع بعض انت تأمن على رمضان أيوة أبواب الجنة التمانية مفتوحة أيوة بس في حديث ثاني لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطعك لرحمك ممكن يضيع منك سواب رمضان كله يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عباداته بتنعكس على معاملاته في رمضان لما جبريلي يأتي يدارسه القرآن الصحابي ما قالش كان أقوى من ناس وأعبد الناس قال كان أجود الناس أجود الناس عليه الصلاة والسلام قضية الأخلاق قضية جنة أو نار نرجع تاني نكمل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق رسول أخلاق مبهرة ربنا خلدها في القرآن خلت زكلاه قال وإنك لعلى خلق عظيم الرسول مش كان شجاع كان عنده شجاعة مبهرة في فرق بين كرم وكرم مبهر حب مبهر عمر بن الخطاب يحاول يقتله وهو بيدعيله الحب ده لو رجع من قلوبنا للناس العالم هيتغير قد ايه روح النبي روح النبي كانت جميلة أوي يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كانت روحه جميلة أوي في وسط الحرب دهي والأذى دهيت تيجي واحدة ست تقول له يا رسول الله زعلانة من جوزي وبتشتكي من جوزة يقول لها زوجك الذي في عينيه بيض بيض يعني تعامى الستة تترعب على جوزة ترجع تصلح جوزة بسرعة وتبص في عينيه الرسول قال ان في عينيك بياض قال لها يا حمقاء وهو هو في حد ما فيش في عينيه بياض جنب السواد الرسول عليه الصلاة والسلام تيجي مرأة عجوز تقول له يا رسول الله إيه ده إيه لا تدخل الجنة يقول لها لا يدخل الجنة عجوز ما ينفعش واحدة ستة جبيرة تدخل الجنة الستة تمشي وياه بتعيط الرسول عليه الصلاة والسلام يخلي الصحابة يلحقوها قولولها أنها لن تدخل الجنة عجوز ولكن إنا أنشأناهن إنشاء ربنا هيرجحها شابة جميلة تاني أجمل من أي حد في الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام ما وقفه لما جي واحد قال له يا رسول الله أنا عايز ناقة اركب عليها قال له لا أنا مش هديك ناقة سأحملك على ولد الناقة هديك ابن ناقة قال له يا رسول الله ابن ناقة صغير هيعمل لي ايه الرسول قال له وهل تالد الإبل إلا النوق ما ابن الناقة ناقة يعني هو ابن الناقة ايه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكلم أنا سيد حك معاه يقول له يا ذا الأذنين يا بودنين طب ما هو بودنين طب ما كل الناس بودنين الرسول عليه الصلاة والسلام كانت روحه جميلة قوي كان بيسمي كل حاجة الدب بتاعته يسميها دلدل دلدل دا اسمه قنفسة أو خنفسة الرسول يسمي النقا القصواء يعني اللي ما فيش حد يارى في اسمها الرسول كان بيسمي العمامة بتاعته السحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيسمي كل حاجة عليه الصلاة والسلام كان بيسمي كل حاجة كانت روحه جميلة كان بيحب الجمال في اللبس والجمال في العطر والطيب وسط كل ده علماء التنمية البشرية قالوا لا يمكن إنسان يكسب كل الناس ديل كارنيجي في كتاب كيف تكسب الناس الكتاب اللي انتشر بعد معدلات الكتب السماوية قال في الآخر قال وإذا أردت أن تكسب الناس كلها فأحب للناس ما تحب لنفسك كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كسب بها الدنيا كلها وكسب بها الناس كلها شجاعة رسول الله الشجاعة المبهرة لما في مرة من المرات في المدينة المنورة سموا أصوت رهيب الكل فزع الكل المدينة قامت بالليل خرجوا بيشوفوا في إيه لقوا الرسول جاي الرسول سبقهم كلهم وخرج لوحده ده كان ممكن يبقى شيء خطير ممكن جيش هاجم الرسول راجع والسفر قبته وراكب فرس من غير اللي جام وبيقول لهم لن تراعوا لن تراعوا ما تخافوش شايفين الشجاعة علي بيقول كانت لما بتحمل حرب ويحمر الوطيس كنا بنحتمي وراه يبقى هو أول واحد في الجيش في وش الأعداء البراء قال اللي كان يقف جنب النبي في المعارك كان يبقى أشجع الناس حد شقدر يعملوا ويعملوا لما في غزوة حنين انكشف في الجيش والصحابة فروا الرسول قال أنا النبي لا كاذب أنا ابن عبد المطالب النبي اللي وقاتوا العقدة والعمدة في المعارك بيخلعوا الشراط بتاعتهم ليه عشان ما حدش يعرفوا ممين وإلا دول لو اتقبض عليهم تبقى مشكلة لإن كله هيهجم عليهم عشان يقبض علي دول بالزاق تخيل النبي وسط عشر تلاف مشرك ولا ألاف المشرك يقول أنا النبي ومش خايف ومش همه عليه الصلاة والسلام في أحد لما الجيش انكشف شايفين شجعته شجعت ايه دي اللي وقفته فوش أبو جهل وابو لهم شجعت ايه دي اللي كان كل سنة يحاولوا يختلوه وهو صامد عليه الصلاة والسلام شجعة مبهرة كرم مبهر كرم مبهر لما جات غنايم كتير وقف صفوان بن قمية بن قمية بن خلف عدو الله صفوان بن قمية وقف جنب النبي كان لسه مشرك بيبص للغنم خلاص هيموت إن ده بشف عن نظرة حب الدنيا قال له أتعجبك يا صفوان تعجبني هو فيه ده لو ملك شفها يموت عليها يا رسول الله قال له هي لك خدها صفوان كان صفوان كان يحصل له حاجة قال والله ما تجود بهذا إلا نفسه نبي وأسلم صفوان رضي الله عنه وأسلم صفوان النبي عليه الصلاة والسلام راح لقوم يقول لهم جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر النبي عليه الصلاة والسلام كان كرم مبهر شوفوا الوصف المبهر كان كالريح المرسلة زي الريح اللي مغرعة الدنيا كلها كرم كرم مبهر عليه الصلاة والسلام تواضع مبهر عليه الصلاة والسلام كان يخيط صوبه بإيده كان يحلب شاته بإيده كان ميرضاش حد من صحابه يمشي وراءه ولا حد يقوم له مر عضي ابن حاتم الطائي ابن حاتم الطائي جيه عشان يسلم فلقى النبي فمشي جنب النبي في الطريق فقال كأن ملك ياسير جنب ملك بقى عضي بقى فاكر إيه إن الموضوع بقى إيه ملك ماشي جنب ملك لقى جارية بنت عبدة أنا جاية وقفت الرسول وقف لها عدي قال لا يمكن هيوقف وقف قالت له يا رسول أنا عايزك تشفاع لي عند سيدي عشان ما يكولفنيش كتير قال هيطردها رحمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي زهل قال ما هذه بأخلاق الملوك لا ده نبي نبي وأسلم عدي ابن حاتم ونزع الصليب وكسر الصليب من رقبته رضي الله عنه توضع مبهر عدل مبهر يسجل التاريخ ويخلد التاريخ ويشهد التاريخ الكلمة اللي نفخر بها قدام الدنيا كلها لما وقفوا قال لو أن فاطمة فاطمة سيدة نساء الأرض فاطمة أصغر بناته فاطمة اللي كل ولاده ماته غرها فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها يسجل التاريخ ان دي أخلاق الإسلام وان دي مبادئ الإسلام وان ده الدين الإسلامي اللي انتشر في وسط الملايين ومئات الملايين والمليارات كلها صدق مبهر صدق رهيب صدق يبكي انت بتقول عليه الصلاة والسلام ولا لا انت بتصلي عليه ولا لا انت قلبك الوقت بيصلي على حبيب الله ولا لا عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم ابنه فالشمس كسفت فالصحابة قالوا كسفت لموت إبراهيم لو النبي بقى مش عمين عند ربنا ده فرصة لا يمكن تتعود شوفوا الشمس كسفت عشان متبني يبقى نابي انما النبي عليه السلام يقف ويقول ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخصفان لموت أحد ولا حياته شوفوا الصدق اللي هو كان فيه شوفوا صبره لما يصبر على جعل حد ما يربط على بطن الحجر يوم واحد من 13 سنة في مكة ما حدش مننا يقدر يصبر عليه على اللي صبر عليه عليه السلام شوفوا رئة النبي رقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول احد جبل 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 يحبنا ونحبه مشاعر حب علاقة عاطفية مع جبل مع صقر عليه السلام شوفوا رحمة رسول الله اللي ربنا خلدها في القرآن لقد جهائكم رسول بين أنفسكم مننا وعلينا رسول حاسس بيك وحاسس بمشاكلك حاسس بالأزمة اللي انت فيها الوقتي حاسس بالهموم اللي ورا كل باب رسولا من أنفسكم بيفرح للي انتوا بتفرحوا به وبيحزن اللي بيحزنكم عزيز عليه ما عاندتم عزيز عليه ان النار تمسك عزيز عليه انك انت قبرك يقض عليك عزيز عليه ان ما يتغفلكش عزيز عليه انك انت تقع من على الصراط في النار عزيز عليه اللي يقلمك يقلمه اللي يتعبك يتعبه اللي يديئك يديئه عليه الصلاة والسلام حريص عليكم مش نفسك في انسان حريص عليك مش نفسك في حد حريص عليك حريص على ساعتك حريص على نجاتك حريص على هديتك حريص على مصلحتك هو اللي حريص على مصلحتك مش العلمانيين اللي عايزينك تكشيف حجابك عليه الصلاة والسلام حريصوا عليكم حريص انكم تدخلوا الجنة انكم تنظروا الوجه الله انكم ما تتحرموش من الفردوس بالمؤمنين رؤوف رحيم ما جمع الله لأحد صفتين مثل محمد عليه الصلاة والسلام ما حدش ربنا قال عليك لغير النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف يا جماعة عارفين الرفة الرفة اللي هو بيخيط الأطعب بتاع الهدوم بكل دقة لا يمكن تبان رؤوف يعني بيعالج الأخطاء بلطف وحنان ورحمة وشفقة لا يمكن تجرح نفسية أي حد عليه الصلاة والسلام ابن سلول عبدالله ابن ابن سلول اللي لما مرة كان النبي معدي قال له أه زيتنا بنتني حمارك اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا يخرجن الأعز منها الأذل اللي قال سمن كلبك يأكلك ابن سلول اللي اتهم السيدة عائشة في عرضه وكان سبب في حدثة الإفك ابن سلول يموت يروح له الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفنه في ثوبه وينفث من ريقه في بقز ابن سلول ويصلي عليه شايفين الرحمة كان نفس النهاردة أننا كان مفروض أننا أكلمكم عن الرسول والأخرة عن عطاء رسول الله اللي هنا في خمسين ألف سنة ولكن يعني مش هينفع أننا أتكلم عنه الوقتي ولا خلاص لأن من بكرة هنبدأ السيرة فعليا إن شاء الله من بكرة هنبدأ الأحداث فعليا بإذن الله فهأجل هذا الدرس شوية رحمة مبهرة رقة مبهرة صبر مبهر صدق مبهر زهد مبهر زهد عمر داخل عليه لأ الحصير ما أثر في جنبه عمر قلبه تقطع قال له رسول الله كسر وكسر بنمع الحرير قال له أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب أنت لسه هنا يا عمر حمر بعد الموقف ده زهد في الدنيا كلها ليه عشان الكلمة لأ عشان النبي ألهانه والحصير ما أثر في جنبه ما قال له شي زهد وهو مزاهد عليه الصلاة والسلام كان يقول ما لي ولا الدنيا وما للدنيا وما لي لا نملك فيها شيء ولا هي تملك في قلب شيء ما كان يدخر لغد شيئا قط عليه الصلاة والسلام حلم مبهر لما ضربوه وجرحوه في أحد قال له لدع عليهم يا رسول الله قال لهم إنما بعثت رحمة لما نزف دمه قال لي الرب نخفر لقومي فإنهم لا يعلمون لما جاله الأعرابي قال له لما جاله الحبر اليهودي اختبره قال له يا محمد أعطني ديني فإنكم بني عبد المطالب قوم مطل عمر بن الخطاب رفع السفو كان هيتله إنه بقال له يا عمر كان أولى بك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب اذهب يا عمر فأعطيه ماله وزده وزده عليه جزاء ما روعته لما الأعرابي شد صوبه جرح رقابته ابتسم وأعطاه مال عليه الصلاة والسلام حياء مبهر شوفوا الوصف المزهل بتاع الصحابي كان أشد حياء من العذراء في خدرها يعني كل اللي العذراء العذراء بتاع الزمان مش بتاع الوقتي مش بنات سنة والوقتي كل اللي العذراء تكسف منه وكان يكسف منه عليه الصلاة والسلام الكلمة اللي تكسف تقولها هو يكسف يقول عليه الصلاة والسلام حياء مبهر عليه الصلاة والسلام وفاق مزهل الرسول كان إلا الخيانة غزوة مقتة كانت بسبب أن خانوا خانوا رسول رسول الله وقتلوه غزوة مقتة فتح مكة كان بسبب أنهم خانوا العهد اللي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام كان بيقوم جيوش عشان الأخلاق الأخلاق النبي قوم لها جيوش يا جماعة يا عالم يا كل سكان الأرض إنه بقوم جيوش حربية تسليح حربي انفق حرب من المدينة المنورة من دولة الإسلام عشان انتهاك الأخلاق عشان قضية الأخلاق إنما بعثت لي أتمم صالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام وفاقه وفاقه مع حليمة حليمة اللي بكرة نتكلم إن شاء الله اللي كانت بترضعه من ستين سنة تجيلوا بعد ما بقت ستة كبيرة جدا يوم فتح مكة بعد يوم غزت حنين يفرش لها الأرض ويقول اتركوني وأمي وفاق رهيب وفاقه مع خديجة بعد سنين من موتها يتبح الشاوي وزحها على حبيبها ومعرفها وقريبها بعد سنين من موتها تيجي واحدة عجوزة يا عدا كيف حالكم كيف أنتم بعدنا كيف كيف صحابة يقول لهم من دي يا رسول الله يقول لهم كانت بتأتي لنا على أيام خديجة كانت تأتي لنا على أيام خديجة وفاق مبهر عليه الصلاة والسلام حياء مبهر يا جماعة رق ود مبهر لما سيدنا علي بن أبي طالب بعد ما تجوز راح النبي للسيدة فاطمة يزورها بنته فملقاش علي وحس ان هي شكلها زعلانة كده فقام راح يدور على سيدنا علي بيدور على حماب يدور عليه لقى في المسجد نايم والتراب مليه قومه وقعد ينفض التراب ويتبسم معاه قال له قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب وبعا كان النبي ميشي علي بن أبي طالب لا النبي راح ناحت بتفاطمة زعلانين من بعض بس هيقول للنبي لا لا يمكن مش سيدنا علي يسيب سيدنا علي يدخل الأول لا ليه لأنه بدا بدخل لازم هيسلم ده الدين ولو هو قال سلام عليكم ينفع فاطمة ما تقولش عليكم السلام ما ينفعش ولو هي ردت السلام يبقى تصلحه خلاص ويبقى المشكلة خرصته يسيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ريض الموقف ده قلت يا ترى لو أنا معرفش النبو فاطمة كنت قلت هوابه من فيهم هوابه علي ولا فاطمة هوابه الاتنين عليه الصلاة والسلام عليها أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين أخلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاء مبهرة أخلاء مذهلة أخلاء أخلاء تبهر القلب أخلاء تحيي القلب أخلاء تاريخية ما حصلتش ولا تحصل أخلاء أزهالة العالم أكبر معجزة في الدين يا ترى أخلاءنا هتبقى زي أخلاءه ولا لأ جماعة يا ترى هنبقى زيه ولا لأ كان نفس النهاردة نكلمك عن خلق رسول الله مع خلقه كان نفس أكلمك عن إن كأن الشمس تجري في عروق وجهه كان اللي في وشه ده نور مش دم كان نفس أكلمك على إنه لما كان يأتي كأن ده الشمس أشرقت كان نفس أكلمك عن الصحابي لما بص الوشه قال نظرته إلى القمر ثم إلى وش رسول الله ثم القمر ثم وجه رسول الله فلرسول الله أجمل في عيني من القمر عليه الصلاة والسلام كان نفس أكلمك عن لما الصحابي قال أكان وجه رسول الله كالسيف قال بلقى القمر كان نفس أكلمكم عن جمال إيديه وجمال رجليه وجمال عينيه عليه الصلاة والسلام اللي كانت بتشعه نور من تحت المغفر عليه الصلاة والسلام كان نفس اتكلمكم عن جمال كل ملمح من ملامحه كان نفس اتكلمكم عن خاتم النبوة يا عمي طب ما اتكلمنا بقى ما انت فتحت الموضوع لا 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 انا بس الوقت يمكن فتحت عشان تشتاق انك تشوفه في الرؤية عشان تشتاق انك تشوفه مرة في الرؤية عشان تشتاق كل ما هتقرب من سنته هتشوفه كل ما هتقرب اكتر هتشوف وفاكر مرة يا جماعة كنت جعان جدا جدا وروحت البيت مقتول مقتول من كتر الجوع ومن كتر الاعياء من كتر الاجهاد مش قادر انا اقوم اكل نمت على الكنبة مش قادر اتحرك والله يا جماعة انا يومي هكلت اكل في النوم عزمة وولايم والحم واكل واحد هاكل اما صحيح قلت سبحانك يا رب اما نمت مشتقل الاكل بصدق شفت الاكل في الرؤية لو اشتقتله بصدق لو اشتقتله بصدق لو لسانك وقلبك مبطلوش صلاة ليه لو اتخلقت باخلاق الحبيب محمد لو الامة رجعت لاخلاق محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام لو رجع المدرس يصلي في المسجد ويرجع يصلي في الفصل زي ما صلى في المسجد لو الدكتور صلى في المستشفى بالامانة زي ما صلى في المسجد لو الراجل صلى في معاملته لزوجته زي ما بيصلي في المسجد لو كلنا يا جماعة بإيه لا زي النبي على السلام في أخلاقه المبهرة المزهلة دهيت يا ترى يا ترى هنوصل لإيه ربنا تعبدنا بصلاتين جوه الجامع وبر الجامع ايه وقعوا تنسوا الصلاة اللي جوه الجامع ولا اللي بر الجامع عايزين نبقى صورة من النبي وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما سيبكم عايزة وصيكوا ان شاء الله يا ترى اول واحد فينا هيشوف النبي في الرؤية مين يا ترى مين يا جماعة يا ترى مين ربنا سبحانه الله يجعلنا من السابقين عرفتوا لماذا محمد عرفتوا لماذا رسول الله الملائكة نزلت تدفع عنه عرفتوا ربنا رفعوا أعلى مقام مقام الوسيلة ليه عرفتوا أخلاقه المبهرة العظيمة عليه الصلاة والسلام قد ايه عرفتوا يا جماعة الكلام ده أنا نفسي ان احنا نسمعه تاني نفسي بس رمضان ده وقت القرآن بعد رمضان نجيب الكلام ده من عن نت نجيب الكلام ده تاني ونسمع تاني يا جماعة والسلام بإذن الله بكرة ان شاء الله هنبدأ بقى السيرة فعليا بعد كل المقدمات اللي قلتنا نعرف مين محمد ولماذا محمد نبدأ نعرف بقى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنبدأ ديه بكرة من اول ما كان لسه مولود ويمكن من قبل ما يتولد مولود والمرضعات كلهم جايين مكة وكلهم يرفضوا انهم يرضعوا رسول الله ولا واحدة تقبل انها ترضعوا يا ترى ليه يا ترى رفضوا ليه يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام دونا عن كل الاطفال محدش كان راضي يرضعوا ليه عليه الصلاة والسلام لغاية مجات حليمة ليه يا جماعة هنعرف بكرة كل ده بإذن الله التوصية اللي قبل ما سبكم بإذن الله انا قلتلكوا الاخلاق ان العبادات سوابها بيدرع بسبب الاخلاق وان ليلة القدر بتاعة رمضان اترفعت بسبب اتنينة شكلهم قلتلكم ان داب عليه الصلاة والسلام قال لو سبك حد او قاتلك هيقتلك قول اني مرئون صائم ليه يعني انا ضيع سواب الصيام ده كله عشان اوعى تصوم تصوم وتفطر على رشوة اوعى تصوم تصوم وتفطر على غيبة اوعى تصوم تصوم وتفطري على نميمة اوعى تصوم وحسنات صيامك تخرج كلها وتقع من السقب اللي في شوال الحسنات تقع كلها بسبب فساد المعاملات اوعى عقوق والدك يضيع صيامك اوعى عقوق راحمك وقطعة راحمك تقطع تضيع صيامك اوعى شكلك مع واحدة من جرانك اوعى مشكلة بينك وبين حد من اصحابك تضيع رمضان عليك يا جماعة لا يا جماعة رمضان في خطر يا امة محمد رمضان في خطر اسواب رمضان في خطر بسبب سوء المعاملات والاخلاق رمضان شهر تربية على حسن المعاملات واصلاح الاخلاق بتاعتنا كلنا باذن الله سبحانه وتعالى اخر حاجة عايز اقولها لكم الاخلاق بقى مع الطلاب المختاربين الماليزيين وغير الماليزيين والاندونيز والاخلاق معا يعني قصدك ايه عاملين مشروع تفطير صائمين جميل اوي انا قلت لكم لو معا مليون جنيه حطوهم فيه يعني ولا ازال مسئلة لو معا ميت مليون جنيه افطر الدنيا ده يا جماعة سواب صيام يوم في رمضان يعني تفطير صايم برا رمضان غير جوا رمضان جوا رمضان سواب يوم في رمضان بعمرك كله لو فطرت عشر صايمين كل يوم يبقى عشر رمضانات في مزانك تأمين على صيامك بتأمن على صيامك لو فطرت ستة وتاناتين صايم يعني كان بحوله تلتمية وستين جنيه بتلتمية وستين يوم في مزانك يعني السنة كلها بقت رمضان مشروع برضو مشروع الكفارات اللي عليه كفارة اللي عليه كفارة يمين كفارة اي حاجة يفطر صايمين مقابل هذه الكفار مقابل هذه الكفارة المشروع ده مشروع تفطر الصايمين هنفطر ان شاء الله طلب المختربين هنفطر ان شاء الله طلبة العلم اللي في الاظر المختربين هنفطر ان شاء الله بإذن الله الناس المحتاجة الناس اللي عطريه السريع اللي في المواقف كذا 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 هنفطر كل دول بايزن هنفطر الفقراء اللي في المناطق فينا صفقرة كتير في كل منطقة بس ما حد شرف يوصلون بسهولة في كل منطقة نفطرهم إن شاء الله الرقم بتاع تفطير الصائمين اللي عايز يتبرع 011-53-50-50-40 رقم جميل زي ونتكلم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميلة 011-53-50-50-40 تفطير الصائمين يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى أخلاق رسول الله في النهاية اوعى تنسوا أكبر معجزة في الإسلام اوعى تنسوا أكبر مدرسة لتعليم الأخلاق في الدنيا كلها اللي يسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تنسوا شجعته المبهرة وصدقه المبهر كل شيء في أخلاقه كان مبهر حبه المبهر ووده المبهر عليه الصلاة والسلام وفكهته وجمال روحه وجمال كل حاجة في حياته عليه الصلاة والسلام أكبر معجزة في الإسلام اوعوا تبطلوا لحد ما نتقابل عليه الصلاة والسلام اوعوا تبطلوا عليه الصلاة والسلام اللهم ابلغ عبدك محمد مننا السلام يا رب اللهم ابلغه مننا السلام يا رب اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الاعلى اللهم ارزقنا السقيا من حوضه يوم القيامة اللهم ارزقنا شفاعته يا رب اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب اللهم اهدي شباب الامة وفتياتها يا رب اللهم ارزقنا حب رسولك حبا صادقا وارزقنا اتباعه اتباعا صادقا اللهم احيينا على سنته وامتنا على ملته وحشرنا في زمرته برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وكل عام انتم بخير جزاكم الله